السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بك في المحاضرة السادسة من كورس Introduction to Biotechnology واللي بعنوان Aquatic Biotechnology المحاضرة دي في الحقيقية مش طويلة جدا ومفيهاش معلومات كتير قوي وكنت بفكر ادمجها مع الانيمال باي تكنولوجي كما بيحصل في معظم الفيديوز عموما او حتى الكورسيز لما يكون كورس مخصص بالانيمال باي تكنولوجي بتلاقيه بيقولك انيمال واكواتيك مع بعض لكن انا خليت او حبيت اعملها في محاضرة مفصلة ومش علشان خطرها كمحاضرة يعني بس علشان محاضرة الانيمال محتاجة كل وحدها اللي هي بعد دي محاضرة قوية جدا 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 ولو كنت بدأت تتمل او تفقد الشغف من الكورس فمحاضرة الانيمال اللي هي بعد دي هيا اللي هي ترجعلك الشغف ده تاني المهم علشان يعني ما نتكلمش عن محاضرة تانية مش في وقتها لو انت مش اول مرة تتفرج فاعمل Escape للانترو اللي هي تظهر قدامك دلوقتي او التوقيت بتاعها قدامك دلوقتي وابدأ المحاضرة على طوله اول مرة فاسمع الانترو دي وهي انك لازم تتابع حلقات الكورس بالترتيب الكورس ده مش مبنى على اي كورس تانية مش مبنى على اي معلومات سابقة انا عايزك صفر يعني مش عارف يعني ايه باي تكنولوجيا لكن كل المطلوب منك تلتزم بترتيب الحلقات دي المحاضرة السادسة يعني في ايه يعني فيه ستة قبلها ستة مش خمسة من واحد اللي خمسة وفي المحاضرة �0 مفيهاش اي محتوى علمي او معلومات لكن مهمة جدا جدا وتكاد تكون الاهم في محاضرات الكورس بالكامل بتعرف فيها حاجات كتير زي تاخد شهادة زي والامتحانات لينك بتاع الامتحان والكلام ده كله بتعرف شروط الشهادة يعني بالمرة كمان بتعرف ايه محتوى الكورس بالكامل مش محتوى محاضرة لا بتعرف المحاضرات بتاعت الكورس كله بتتكلم عن ايه بتعرف الاستفادة اللي هتوضع ليك بعد ما بتخلص الكورس علشان ما تضيعش فيه وقت طويل وتكتشف الاخر انه مش مفيد ليك مثلا كمان بتعرف المصادر اللي انا شغال منها علشان اقدم لك الكورس ده وده حق مشروع ليك علشان تتأكد جايب الكلام ده من اين هل هو مصادر موثقة ولا لأ فلازم طبعا نشوف المحاضرة صف اهم من المحاضرات كلها لو انت بقى شايف ده كله فاما انت عملت escape اما كملت المحاضرة ووصلت النقطة دي فهيلا نبدأ في محاضرة النهاردة اول حاجة هنتعلم ايه في المحاضرة دي مهمة جدا ان السلايد دي مش بتلتزم بها حاجة غيرها اي تفاصيل ما تعمقناش فيها ياما تقلل في محاضرات سابقة ياما تقلل في محاضرات جاية ياما مش مهمة خالص في الكورس ده هنتعلم ايه في محاضرة النهاردة او هنعرف ايه هنعرف يعني الاكواتيك بايو تكنولوجي ده طبعا دي سبتة فاي محاضراته بنبدأ بالبرانش بتاع البيوتكنولوجي بنعرفه هنعرف يعني ايه الاكواتيك اما الجزء الخاص بالاكواتيك بايتكنولوجي ده فحطيطلك فيه الحاجات المودرن يعني ايه اكواتيك بايتكنولوجي بنستخدم الاكواتيك اورجانزمس اللي هي الكائنات البحرية اكواتيك يعني مائي او بحر كائن بيعيش في المية بنستخدم الكائن الحي او الجزء بتاعه او البروداكت بتاعه في الصورة الطبيعية بتاعته او صورة غير طبيعية طبعا لو دي مش اول محاضرة ليك فالدفنيشن ده مش صعب عليك خالص واكيد انت فاهم معناه لان اول دفنيشن اتقال في الكورس بالكامل كان في المحاضرة الاولى وهو يعني ايه بار تكنولوجي فقلنا ان احنا بنستخدم كتوتل كده او كله على بعضه او او بارت منه او البروداكت بتاعه فلو انت كنت متابع من الاول الديفنيشن ده ما فهم بالنسبة لك وما فهمش اي حاجة وطبعا اين كان بقى نوع الاكواتيك او ارجانيزم مش شرط السمك بس يعني اي حاجة اي كان حيبيعيش في المية عموما بنعمل عليه بايتكنولوجي نقدر نصنفه من الاكواتيك بايتكنولوجي طيب يعني ايه بقى الاكواتيك بايتكنولوجي زي ما قلنا هو ابليكيشن للانشانت بايتكنولوجي او الانشانت اكواتيك بايتكنولوجي من الاخر كده يعني بدون الدخول في تفاصيل والكلام ده كله المزارع السمكين مزارع السمك اللي هو انا بعمل بريدنج او تربية للسمك بطريقة يعني بتحكم مني انا مش سايبه في المية عادي وبنزل اسطاد وكده لا انا بربيه في مزارع خاصة بحط لنا غزاء خاص متحوط عليه زي ما انت شايف في الصورة كده الكلام ده كله يعني وزي ما قلت برضو مش شرط للفاش بس البحريات او الكائنات البحرية عموما يعني الديفنيشن ده مش من الكتاب او مش من اي كتاب من اللي هي غالبين من الكورس الديفنيشن ده من الناشونال اوشان سيرفاس واخده كابي زي ما هو كده يعني انا في بعض الحاجات ما بحبش احور فيها ما بحبش يعني اشرحها مثلا بتفاصيل علشان ممكن يكون عليها جدال او خلاف فباخدها كابي بيست كده بدون اي نكوش فانا واخده بالكربون يعني ما غيرتش فيه حرف وده طبعا اللينك تقدر ترجاله تتأكد بنفسك طبعا يعني لو حابب تدوره رأيه ما نصحكش يهمنا في ايه الجزء الخاص بالاكوى كاليتشر يعني ان خمسين في المئة من الاستلاك الادمي للأسماك في العالم كله مش في دولة معينة او منتاة معينة بيعتمد على الاكوى كاليتشر تخش بقى في الجد بتاعنا طبعا زي ما بقول دايما ان احنا مش بنحب نركز على الولد أبليكيشن زيان او الائنشنت ابليكيشنز بنركز اكتر على المودرن ابيلكيشنز لان هي بتاعتنا حاليا فلو هنتكلم عن المودرن ابيلكيشنز زي ما بنقول دايما يأني المودرن ابيلكيشن البيوتيكنولوجي انيمل ب whistle الاخواتيك المال Freloe المعلومة خلفي ايه GENATIC INGINEYERING زي ما قلنا فكل المحاضرات من دibilities المحاضرة الاولى انه هو الأساس لكل الابليكيشنز بتاعتي البييتيكنولوجي الموجودة حاليا واللي هتكون موجودة مستقبلا فأنا بعمل الانجينييرينج علشان اعمل او انتج انتج ايه انتج حاجات كتير زي مسلا الانجينييرد سالامون السالامون ده يعني الانجينييرد سالامون عموما في 2015 دي كانت بدايته وهو زي ما انت شايفه قدامك كده يعني عايزك بس يعني انت شخص المفروض دارس تفرق ما بين الانجينييرد او يعني الانجينييرد ايه اللي فيه هيرمونز او يعني محقون هيرمونز او كده دي غير دي الناس بتتعامل معاهم ان ده في منه قلق طالما ده مش حاجمه طبيعي ده واخد هيرمونات ده مضر ده مسارتن الكلام ده كله الهيرمونز تمام مضره لكن ده مش شغلنا ومش ده اللي بنعمله كمهندسين مراسيين او كبايو تكنولوجستس يعني دي حاجة ودي حاجة احنا الهيرمونز بيبقى نفخة على الفوضي لكن ده لا دي لحم عادي جدا وهو يعني هو نورمل وهو ابنورمل في نفس الوقت يعني تفهم الموضوع ده دلوقتي لما شرح لك الجزئية دي لكن ده مش هيرمونز خالص انا معدل عليه فده سلمون ده سلمون وركزت عليه جدا وقلت لك احفظه وفهمه وركز عليه واي ابليكيشن يتلقى قدامك لازم تعرفه وقلت لك هرجع لك للجزئية دي في الاكواتيك وفي الانيمال ومش هعيدها تاني يعني قلت لك مش هعيدها تاني فهركز عليها لان اللي تقال في البلانت ينطبق على الاكواتيك والانيمال فلما كنتش فاكرها او يعني عملت لها سكيب بسرعة او نسيتها ارجع شوفها لاني مش هشرحها تاني في المحاضرة دي طيب بنامي اللي بيختصار بقى في السلمون ده زي او كما كتب لك انه يتميز بانه او صفاته يعني عنده اوبربرودكشن للجرس هرمون يعني من الاخر كده بنخليه الانتاج للجرس هرمون بتاعه هرمون النمو يعني اوبر شوية يعني عالي اكتر من الطبيعة طيب ده بيعمل ايه بيعمل ابنورمال جرس في فترة متساوية يعني ده مش هصل له اي حاجة وده لا خلاص يعني خليني جناتك الانجينير دي فالجرس هرمون بتاعه الريد بتاعه عالي قوي عالي يعني ده بكتير فزي ما انت شايف حجمه بقى مت بتغير بالشكل ده وبالمناسبة ده اول ودي طبعا مهمة اول جي ام انيمال جناتكالي موديفايد انيمال ابروفد للهيومن او لاستهلاك الادامي يعني هو مش اول اكل يعني احنا اتكلمنا عن اول يتكلمنا عنه هو ايه بالزبط وتعامل سنتكام والكلام ده كان في محضة بلانت واي تكنولوجي تكلمنا عن اول برودكت استخدم يعني جي ام او جناتكالي موديفايد تقدر ترجع رأيك ان انا بكلمك عن الفيرست جي ام انيمال فهو السلامون او الجناتكالي انجينير دي سلام اللي هو قدامك ده وبالمناسبة الصورة اللي قدامك ده او الابليكيشن ده ترند يعني مش انا اول واحد اتكلم عنه مش حاجة مستخبية فيه ترندس كده بتزهر في البيوتكنولوجي والجاناتك انجينيريك بكل فترة فعايزك تعرف ان السلامون ده من الترندس اللي ظهرت واللي حصلت يعني في البيوتكنولوجي يعني عمل دوشة واصداع كتير كده من الاخر يعني عندنا ايه تاني عندنا بعض المحار اللي بيكون مقاوم لسلالات امراض معينة يعني بننتج محار مهندس وراسين بحيث انه يكون م مقاوم للامراض عندنا انتاج الفكسينز او اللقاحات لسلامون برضو اجينست الفيروس اللي بتاعدي او بتصيبه عندنا البلانكتون ويه بعض القواقع دي بقى بتكون ايه دي احنا بنعتبرها ازا سورس لمضادات الكنسر يعني فالاربع بليكيشن اللي قدامك دول فيه اكيد اكتر منهم لكن ذكرت لاجل حاجات الترندس يعني اول مهمة مهمة تعرفهم يعني حتى بعيدا الامتحان مهمة تعرفهم لنفسك وبس كده يعني محاضرة النهاردة مكان كانتش طويلة برضو المحاضرة اللي قبل ما كانتش طويلة محاضرة الجاي دي بقى الطويلة ومانيانة معلومات كتير وشايقة جدا ان شاء الله فبفكرك بقى بشبهات حاجات كده زي لينك الامتحان اللي هتلاقيه في الاسكريبشن لو انت طبعا لو متابع عارف انت هتعمل ايه في الامتحان مش عادلك تاني مفكرك بشروط المحاضرة وبردو انت لو متابع اكيد عارف ان الكورس كان مدفوع كان خمسين دولار وفبقى مجاني فحب بنيوصل عدد كبير فلازم ميت مشاهد ع عشر مشتركين بناجل نزول الحلقة اللي بعدها لحد ما ده يحصل التارجد ده مجرد ما بيتحقق حتى لو تاني يوم محاضرة اللي بعدها بتنزل على طول مفكرك برضو ان انت لو منتسب بتشوف الحلقة دي قبل اي حد باسبوع كامل غير بعض المميزات طبعا زي ما ظهرها قدامك فلو حابب تنتسب هتلاقيه برضو اللينك بتاع الانتساب في الديسكريبشن لو مش حابب مش مشكلة برضو مش مهمة قوي يعني ليك وهي بتقدر تحصل على مميزات كتير وبتابع المحتوى بدون ما تنتسب فحاضرة النه وشوفك على خير ان شاء الله في المحاضرة الجاية بعنوان Animal Biotechnology سلام